النائبة أنيسة حسونة المتحدث الرسمي باسم تكاتل النائبات مصر إن عضوات مجلس النواب هن أول من سيستجبنا لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك بحث جميع نساء مصر المحترمات في دوائرهن المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية بالوقوف إلى جانب مصر من خلال قيام المرأة المصرية في كل بيت بدورها في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء بينضميلي المزيد من التفاصيل النائبة أنيسة حسونة المتحدث الرسمي باسم تكاتل نائبات مصر سيادة النائبة برحب بحضرتك أحنا المساهلين يفن المساهل خير بس عايزة قبل ما أتكلم أصلح حاجة إحنا ما عندناش متحدث رسمي أو رئيس للتكاتل إحنا كلنا أعضاء في هذا التكاتل على قدم المساواة طيب المضمون بقى نفسه إن عضوات مجلس النواب هن أول من سيستجبنا لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي كيف؟ صحيح أولا حياتك عرف السيدة المصرية في أي بيت هي وزيرة المالية في البيت وهي المسؤولة عن المصرفات وعن الترشيد في استهلاك أي شيء وفقد لميزانية هذا المنزل فإحنا بننقل دفس هذه الفكرة إن الدولة عندها دلوقتي ميزانية معينة تحتاج لترشيد الكهرباء والمياه لضغط المصرفات اللي كلنا بنعمل مياه علشان نعدي فترة اقتصادية الصعبة دي وبالتالي النائبات المحترمات المؤقرات في دوارئهن هم أكثر قدرة على الحديث للسيدات السيدات البيوت السيدات العاملات في كل دائرة لهم زي ما حياتك عارف فيه لقاعات مستمرة مع أهالي الدائرة لأغراض مختلفة فهؤلاء النائبات قد اتفقنا قبلا واحدا على أنهم سيتبنينا هذه الخطة لدعوة لترشيد المياه وترشيد الكهرباء ده بيقل الأعباء على الدولة كما أنه يقلل الأعباء على المواطن المصري في دفعه للمصرفات الخاصة بهذه الاستهلاكات حضرتك بتعتقدي أن الاستجابة هتكون سريعة على مستوى الجمهورية ولا حضرتك بتتوقع أنه ما يكونش فيه استجابة لا والله أنا أتوقع أنه هيكون فيه استجابة لسواب بسيط حضرتك حتى بعد الزيادة اللي حصلت بتاعة الكهرباء أنا لحظت في بيتي أنا شخصيا وفي يوت كل من أعرفه أن الناس بتحاول أنها تقلل من استهلاك الكهرباء أن أنا ما بسيبش النور بفتوح في غرفة وأنا موجودة في غرفة أخرى أن اللي عنده تكييف بيقفله لما يخرج من الغرفة يعني كلنا لأن نعرف حالتك التكلفة دي بتقع على المواطن أولا قبل أن تقع على الدولة أنا اللي فاتورة استهلاكي بتزيد فبدفع مبلغ أكبر لا يتفق مع إمكانياتي المالية فأنا بالعكس أنا إن شاء الله أتوقع وجميع النائبات المحترمات يتوقعنا أن تكون لهذه الحملة أثار إيجابية بإذن الله سريعة بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائبة أنيسة حسونة عضو تكتل نائبات